السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله هبدأ مع حضرتكم كورس جديد او سلسلة جديدة بعنوان الستيل او تصميم المنشآت المعدنية طبعا في كذا فرع في الهندسة المدنية منها تصميم المنشآت المعدنية في تصميم المنشآت الخرصانية الخرصانة تصميم المنشآت الري اللي هي علاقة السدود والخزنات في تصميم المنشآت المعدنية اللي هو ببني بعض المنشآت او العناصر الانشآية بس بمقاطع من الحديد طيب المحتوى بتاع الكورس ان شاء الله هنبدأ كالآتي نبدأ نشرح مع بعض لستيل كونتينت المحتوى بتاع اللي هبدأ اشرحه هو سلسلة من خمس دروس رئيسية طبعا هو في مستوى واحد ومستوى اتنين كل الغرض ما حضرتكم في الكورس واحد اللي هو الستيل بنفتح مع بعض بعض المجالات او بعض العنوين للدروس الرئيسية بتاع كورس وان طيب بحيث لو في اي قانون تشيك زيادة قانون زيادة بعض الديتيلز زيادة انت هتبقى واقف على ارض صلبة وربنا يكرمك ان شاء الله دايما هتلاقيني في بعض الفيديوهات انا مشرحش كل حاجة فيش حد بشرح كل حاجة وخاصة في علم الهندسة بس ربنا يكرمني وحاول احطك على بداية الطريق وبنبدأ ان يصعب بعض عندك معلومة عندي معلومة بنبدأ ان يعمل عملية تبادل المعلومات بتاعتي طيب الكورس بتاعي هيبدأ يتشرح على مجموعة فيديوهات بسيطة اه هبدأ اول درس اللي هو التغطية سمول اللي اوت يعني ايه يعني عندك قطعة ارض فانت محتاج تبدأ تحط النظام الانشائي فريم ستيل تغطي الارض دي تغطي قطعة الارض قطعة الارض لها طول ولها عرض فانت محتاج تعمل لها عملية تغطية يعني تبدأ تحط نظام الانشائي اعمدة وكاميرات والكفر بتاعي وابدأ اعمل منشأ وبعض المنشآت اللي بخص منها الستيل زيها عايز تعمل جراش تمام؟ عايز تعمل اه معرض فالجراش او المعرض ملوش دور تاني والجراش او المعرض ده حاجة مؤقتة ممكن سنتين تلاتة ويهي تبدأ الارض دي تبقى عايز تبني عليها بورجة او عايز تتخدمها في حاجتين فلو عملتها خرصانة مكلفة وفي نفس الوقت اما تيجي بعد سنتين تلاتة هتكسر خرصانة فا اما تيجي تكسر خرصانة هتخسر كل الفلوس بتاعتك في التكسير الخرصانة عندي هي ارخص من الليستيل والليستيل اوفر من الخرصانة انا مش هاهم الجملة دي في الانشاء الخرصانة طبعا ارخص من الليستيل شان الليستيل فلوسه اغلى بس لما تيجي بعد سنتين تلاتة تكسر في الخرصانة انت خسرت الفلوس فانت لو دفعت مية جنيه خسرتها لكن لسه لو دفعت الف جنيه بعد سنتين تلاتة ما تيجي تعمل عملية الفك بتاعك فانت لسه المقاطع عندك بالبالعكس هباحها ممكن اغلى من من شاريتها طيب تعال الكرسي بتاعي بيبدأ بي اللي قوت تغطيها حتة ارض عايزة اغطيها بعد كده هحسب الاحمال اللي على النظام الانشائي طب من الاحمال هجيب حاجة اسمها تينشن ميمبر في اضلاع معرضة لشد بعد كده الكمبريشن ميمبر الاضلاع المعرضة لضخط بعد كده اخر حاجة لوصلات الوصلات دي الاضلاع اللي انت جبتها والتصميم بتاعك الكولامن والبيم اللي هي البرلينز اللي هنشوفها ان شاء الله مع بعض في الكورس كل الكلام ده انت عايز تبدأ تعمله ايه تلزقه في بعض توصله في بعض طب الخرصانة التوصيل بيبقى عن طريق ايه؟ بيبقى عن طريق الحديد حديد باحد العناصر بيخش في الانصر التاني عنصر التاني بيخش في الانصر الاولاني وصلات شد وصلات ضغط والكلام ده كل لكن المقاطع الحديد اللي ستيل بتلزق مع بعضها عن طريق حاجتين اما الحام اما مسامير طيب ادي الكورس محتوى بتاعنا نتكلم فيه في خمس فيديوهات سبعة تمانية عشرة المهمة بقى اضيف خفيف عليكم وفيدكم ان شاء الله بمعلومة احدى في كل فيديو طيب التغطية ادي التغطية قالك اول فيديو ان شاء الله هنتكلم فيه مع بعض عن التغطية يعني كطرة ارض ليها عرض ادي العرض التاعي وليها طول والمطلوب هبدأ اغطيها بالنظام الانشاء اللي انت شايفو ده وهبدأ ابص في البلاء في الاليفيشن يعني من الوجهة من من منظر ده كده ورسم ومن الصايد فيو ورسم شكل المقطع بتاعي وان بلان هرسم شكل المقطع بتاعي طيب النظام الانشائي هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في الفيديو الخاص به بس ادي التغطية يبقى الدرس التغطية هو عبارة عن درس رسومات ازاي ابدأ اتخيل شكل التغطية بتاع الارض بتاعتي طيب الدرس التاني الاحمال هندرس الاحمال لودز اون جوينت الاحمال سواء الليف لود او الديد لود احمال حيه وميته و الويند لود احمال الرياح على الجوينت الوصلات الخاصة بالميمبرز و دي تزاين اوف بيرلينت طيب البرلينت عندي الهي الكاميرات الي هيا البيم عندي المين بيم عندي في السيل بسميها البرلينز الكاميرات دي بتبقى شكل C او شكل I يبقى شكل C او شكل H او شكل I كاميرا بتبقى يعني ايه كاميرا شكل I اه دي المقطع بتاع كاميرا لو cross section بتاعها I ولها طول كاميرا بالمنظر ده اهي اه دي التاني I ومشي لها طول دي الكاميرا ده طول الكاميرا وده يعني ده الطول ده كله اللي هو تعال نشوف اهو اهو ادي الكاميرا بتاعتي ادي المقطع I اهو اللي هو بيين لي في الشكل ده كده ده المقطع I برضو في الحقيقة اهو اهو ده طول طب ولكاميرا الاي دي ده كله طول طيب يبقى ده اللينث ده طول بتاع الكاميرا طب والكاميرا الاي ده سمه depth او ال H اللي هو height بتاعهاốn تفاحة وده ال B العرض بتاع الكاميرا بتاعتي يبقى انا هعمل ديزاين للكاميرا يعني ايه ديزاين للكاميرا يعني محتاج تجيبلي اله دي بكام والعرض ده بكام ادي الديزاين يعمل حاج ها في مشاكل طيب بعد ما حسب الاحمال واجيب ديزاين نخش على الدرس الثلاثة والرابع ديزاين اف تينشن ميمبرز انت كومبيرشن ميمبرز لو كانت الاضلاع بتاع التينشن اه سوري بتاع البرلينز عندي شكلها اتش او اي او شكل قطاع سي بالمنظر ده يبقى اتش اي 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 او او اتش اي بي او اي بي ان او اي بي اي او الشانل اللي هو السي دي كلها كروس سيكشنز للبرلينز للبيرلين طيب التينشن وكمبيرشن ميمبرز قطاع علي شكل حرف الايه على شكل حرف ال ال يعني لو جينا مع بعض كده نختار مسلاًigen لون بالمنظر ده ال ال يعني ايه يعني قطاع بالمنظر ده اهو اهو ال ال كده بس ده الطول بتاعها بقى كاميرا ماشي بالمنظر ده اهو كاميرا ماشي بالمنظر ده طبعا لو جينا قلنا ليها سمك كده ادي ال ال ماسا ما عليش استحمل الرسم المعفنة دي ادي ليها ها ادي شكل في القطاع اهو متخيل الشكل entsprech section بتاحها العلمية 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 العروضها المعرفن مع نمي خامل و ده سمير ام غير قطابا ده سم meantime سمير سمير ال ا mache ام اغتيقا ولية اغتيقه في المدى اهو القطاع ام اغتيقها والحق تقول اي عدني ال نحن اقولهه ال claro والاسم الانجل يعني زاوية اكوال يعني متسووية القضاء يعني ده تغتين الانجل ده. طيب الدرس الخامس الوصلات. عايز بقى تلحم كل الوصلات ده ببعض. يعني تلحم الكاميرات بال بالاعمدة بالكاميرات ببعضها. ففي نوع من اللحام. في نوع نوع اسمه ويلدد ويلد مش ويلدد. يعني لأ ولا باضط لأ يعني ويلدد اه دبلو اي ال دي اي دي. تمام? ويلدد اخيرها اي دي. ويلدد يعني باللحام. يعني الزق المقطع الكطاع ده بالقطع ده. بص بايه وصلة لحام. بلح. وهناعرف طولها وسمكها ده كل الدزام بتاع. طيب. والنوع التاني مسامير. ادي المسامير. طب. اي الدزام. يعني لو اللحام كنت بعمل لزان شانعرف الطول والسمك. المسامير هاعرف عدد المسامير. والمسافة بين المصمر والتاني. والمسافة اللي على الاج الحافة دي ادي ايه. ده وظفتك يا مهندس. فده الفيديو اللي اعرفتك بيه بشكل او محتوى كورس اللي هنشرحه ان شاء الله. واشوفك في الفيديو التاني اللي هو اول درس اللي قاوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة